ما هي فوائد الموز وهل هناك فوائد لأكله على الريق وماذا عن محاذير تناول الموز وكم حبة من الموز يمكن أكلها في اليوم الواحد وهل صحيح أن الموز مفيد للشعر وما هي أفضل الوصفات لاستخدام الموز للشعر وما هي فوائد الموز للبشرة والوجه بالتحديد كل هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا الفيديو من كل جديد حول العالم هناك من ينصح بأكل الموز على الريق فهل هناك أضرار لأكل الموز على مادة فارغة يحذر الأطباء من خطر ذلك على الصحة ويؤكدون أن تناول الموز في وجبة الصباح له أضرار على المعدة والجسم وينصح خبراء التغذية الأمريكان بعدم تناول الموز على مادة فارغة وينصح الخبراء بتناول تفاحة أو كمسرة بدلا من الموز في الصباح لكن ما سبب هذا التحذير من تناول الموز في الصباح؟ يعود السبب إلى احتواء الموز على كمية كبيرة من السكر أكثر من أي فاكهة أخرى مثل التفاح أو الكمسرة وبالتالي فإن الموز يزود الجسم بالطاقة بسرعة وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وبما أن الموز يزود الجسم بالطاقة بسرعة فإنه يزود أيضا نسبة السكر في الدم بنفس السرعة وعودة هذه النسبة العالية إلى الانخفاض بسرعة لكن بالنسبة للرياضيين الذين يحتاجون للطاقة بسرعة فإن تناول الموز في الصباح يكون أمر مفيد ويمكن أن يمدهم بالطاقة اللازمة ويرى خبراء الصحة أنه بعد ذلك يشعر المرء بالجوع من جديد وبسرعة قبل وجبة الغداء ويترافق الجوع مع الشعور بالتعب ومن هنا فإنه ليس من المناسب تناول الموز وسد الجوع حتى موعد وكبة الغداء لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن تناول الموز حيث يحتوي على المواد الغذائية الهامة والمفيدة للجسم الموز يحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم ويحتوي على مستويات جيدة من البروتين والألياف الغذائية وتحتوي موزة متوسطة الحجم على 420 ميلي جرام من البوتاسيوم لذلك يفضل الحصول على البوتاسيوم من مصادر الغذائية مثل الموز وبالمناسبة تتباين الآراء حول الموز الناضج الأسفر اللون وغير الناضج أو أخدر اللون فأيهم أكثر صحة للإنسان أولا الموز الأخدر غير الناضج يتميز هذا النوع من الموز باحتوائه على نسبة عالية جدا من النشاء المقاوم وهو النشاء صعب الهضم والتفكيك إلى مكوناته السكرية لهذا يعتبر هذا النوع هو الأفضل لمن يبحثون على نسبة عالية من السكر كما أن المصابين بمرض السكر من النوع الثاني يمكنهم تناول الموز غير الناضج كبديل للموز العادي وإضافة إلى ذلك يحتوي الموز الأخضر على بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تحافظ على سلامة القولون أن عيوب الموز الأخضر غير الناضج فإنه يحتوي على كمية أقل من المواد المضادة للأجسادة مقارنة بالموز الناضج وذلك لأن هذه المواد تزيد نسبتها في الموز كلما زاد نضجه كما أن الموز الأخضر قد يتسبب في الانتفاخات والغازات نتيجة احتوائه على كمية كبيرة من النشا أما الموز الناضج أو الأصفر فيتميز بسهولة هضمه وذلك لتحول النشا المقاوم إلى سكر كما يحتوي الموز الأصفر على كمية أكبر من المواد المضادة للأجسادة وهناك حقيقة مذهشة حول الموز بشكل عام هي أنه كلما زاد نضجه ازدادت كمية مادة معينة بداخله هذه المادة مسؤولة عن تدمير الخلايا السرطانية ما يجعل الموز عاملا مساعدا للوقاية من السرطانات وكلما زادت البقع البنية كلما زاد تركيز هذه المادة في الموز وتضاعفت قدرتها على مقاومة الخلايا السرطانية وسريعا ما هي عيوب الموز عيوب الموز الأصفر تتمثل في فقدانه لبعض المواد الغذائية الدقيقة مع زيادة نضجه ومن أجل فقدان الموز بالفيتامينات والمعادن الموجودة بداخله مع زيادة نضجه ينصح بتخزينه في السلاجة بالإضافة إلى ذلك أن الموز يحتوي على تركيز عالي من السكر ما يجعله غير مناسب للمصابين بمرض السكر ولمن يسعون إلى تخفيف أوزانهم عليهم الابتعاد عن تناول السكريات ماذا عن فوائد الموز لبشرة الوجه هناك العديد من فوائد الموز على البشرة منها التخلص من إحمرار البشرة وعلاج الانتفاخ لمنطقة ما حول العينين ولكن ما الطريقة الأمثل لاستخدام الموز لعلاج المشكلات المتعلقة بالوجه؟ أفضل طريقة هي استخدام مسك الموز والعسل حيث تهرس الموزة وتخلط مع العسل ويدهن المزيج على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد كما ينصح باستخدام مسك الموز والزبادي حيث تهرس الموزة ويضاف إليها الزبادي ثم العسل وتخلط المكونات جيدا ويدهن المزيج على البشرة بعد تنظيفها جيدا مع الابتعاد عن منطقة العينين يترك المسك من ربع إلى نصف ساعة على الوجه ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف ثم يدهن الوجه بكريم مرتب مناسب والآن هل صحيح أن الموز مفيد للشعر؟ نعم هذا صحيح فهو يرتب الشعر ويمنع تساقطه ويكسبه الحوائية واللمعان وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والبوتاسيوم والمانجانيز والآن ما هي أفضل خلطات الموز للشعر؟ هناك بعض الخلطات الطبيعية سهلة التحضير تفيد في معظم المشاكل الخاصة بالشعر الموز وحليب جوز الهند لتغذية الشعر وترتيبه كل ما عليكم أن تحضروا موزة وملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند والقليل من العسل وزيد جوز الهند تقشر الموزة وتقطع إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء يضاف إليها حليب جوز الهند وزيد جوز الهند ثم يضاف العسل وتخلط المكونات ببساطة في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقة واحدة ويغسل الشعر ويضع عليه هذا الخليط لمدة ربع ساعة وستحصلون على نتيجة مدهشة ووصفة أخرى مفيدة جدا عن طريق الموز وزيد اللوز حيث يختلط الموز مع زيد اللوز ويوضع على الشعر ويطرق لمدة ربع ساعة ثم يغسل كما أن الموز والعسل وصفة مفيدة جدا للشعر الجاف حيث ويضع العسل في وعاء وتخلط إليه الموزة المهروسة ويخلط جيدا ثم يضاف إلى الشعر الرطب ويطرق عليه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد ما هي محاذير تناول الموز على الرغم من فوائد الموز الكثيرة جدا إلا أنه له بعض الأضرار على الجسم أولا لا نكسر من تناوله بشكل غير طبيعي لأنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض السكر لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهايدرات ويؤدي الموز إلى تلف الأعصاب إذا زاد تناوله بكمية أكبر عن المعدل الطبيعي وذلك لاحتوائه على فيتامين بي 6 الذي يسبب هذه الحالة ويحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف لذلك فالإكسار منه يؤدي إلى انتفاخ البطن وتهيج القولون والطرابات في الجهاز الهضمي علينا أن نتناول الموز بكمية مناسبة ومعتدلة حتى نأخذ منه ما يفيد ونبتعد عن تلك الأضرار أما عن الحصة المناسبة من الموز بصفة يومية للإنسان فهي أولا بالنسبة للرجل البالغ يمكنه أن يتناول موزتين ليس أكثر في اليوم الواحد كحد أقصى وبالنسبة للأطفال ينصح بتناول موزة واحدة لا أكثر في اليوم إلى الملتقى في فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ترجمة نانسي قنقر